أستاذة نور لو تحكي لنا لو سمحتي بداية أنت هاي تاني مشارك لإلك في الجائزة تحكي لنا يعني عن خبرتك مع الجائزة من السنة الأولى لهاي السنة لا أنا في الحقيقة تقدمت السنة الماضية للجائزة وحصلت على شهر التقدير على مستوى المديرية الجائزة بتقدم لنا بعد كل دورة فيدباك تقرير بتفصيلي عن شو نقاط القوة اللي كانت عندنا وشو نقاط اللي بدها تحسين مباشرة مجرد ما وصلني التقرير بلشت أعمل خططي عشان أحسني للنقاط اللي كان بدها تحسين واشتغلت على هذا الحكي من بداية العام والحمد لله ما نهاية العام كنت حاثة على المركز الأول ما شاء الله يعطيك ألف عافية بجوز نحن بوقت الصعوبات والتحديات الإبداع بظهر يعني حاضرتك كان عندك مجموعة من المبادرات وقت الكورونا صحيح وكان في صعوبة عندنا بالوصول للطلاب وكان تعليم أونلاين فحكي لنا عنها لو سمحت هلأ في البداية بفترة كورونا أنا كنت أدرس مرحلة أساسية الطلاب كان عندهم مشكلة بأنه إحنا بالصف كنا نلعب المعلمين قدروا يستخدم البادي لانجوج صوته عشان يحفز الطلاب بالتعلم عن بعد ما كان هذا الحكي موجود فسرت بدي أحفز طلابي ابتكرت مبادرة اسمها مبادرة الشخصية الوهمية استخدمت الشخصيات الكرتونية المعروفة المحبة بالأصفال زي سبونج بوب دورا توانجيري صرت أدبلج المادة التعليمية عليها أبعتها للطلاب أن الطلاب بدأ يتفاعل معي بشكل أكبر عملت قناة يوتيوب نزلت هذه المقاطع عليها انتشرت صار أكثر من خارج مدرستي خارج مديريتي يستفيد منها بس رجعنا الحمد لله بعد كورونا طبقتها على أرض الواقع وابتكرت مبادرة مسرح الشخصية الوهمية كانت بالتعاون مع مؤسسة الجود للرعاية العلمية دعمونا لأنهم كانوا مجتمع محلي هذا المسرح الطلاب كانوا يلبسوا فيها الأزياء ويمسلوها على الأرض الواقع يعني حول الطلاب من المتلقين للمعرفة إلى منتجين إلهم جميل جداً خلينا نستعرض مع بعض مجموعة من المبادرات خلينا نشوفها هيك نحط الجمهور في الصورة مرحباً هل ما زلتم تتابعون أنشطة البرنامج الوطني لابتدخلات العلاجية؟ نعم بالطبع مرحبا هل ما زلتم تتابعون أنشطة البرنامج الوطني للتدخلات العلاجية؟ نعم بالطبع وما هي المواد الدراسية التي ما زلتم تتابعون أنشطتها؟ اللغة العربية والرياضيات جميل جداً ألا يعطيك ألف عافية ننتقل للأستاذة فاطمة ألا يعطيك ألف عافية وألف مبروك أستاذة المشاركة الأولى في الجائزة وحصولك على الجائزة شي جميل جداً وبدل على عملك الدقوب لو سمحت تحكين عن مجموعة النشاطات التي قمت فيها هلا بداية أشكر قناة رؤية الرائدة على هذه الاستضافة شكراً لكم جميعاً ومن هذا المنبر الشامخ بوجه أسماء آيات التهني أو التبريك لجلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة ملك رانيا العبدالله للأفراح الوطنية التي مرت في بلدنا الحبيب الغالي وأخص بالذكر لزفاف سمو الأمير حسين وأشكر جمعية الجائزة على هذا الجهد العظيم اللي قدموا لنا كفرصة للمعلمين لإيصال صوتهم ورسالتهم طبعاً كمبادرات أو كأنشطة باعتبار معلمة لغة إنجليزية هذا هو التحدي أني أنا أقدم لغة إنجليزية بطريقة جديدة ومبتكرة كان هناك العديد من المبادرات وشعرت أن الطالب عندنا خاصة في مرحلة الثانوية العامة يحتاج إلى دعم بحيث أنه يبحث عن نقطة التمييز له ليحقق أعلى المعايير أو أنه يحصل على مستوى عالي بالدراسة نعم فأطلقت مبادرة اسمها أنتي قدها You Can Do It بحيث أني عززت الخصائص النمائية وأنماط التعلم الصحيحة للطالب أن يكتشف شو نماط التعلم الموجود عنده في هذه المرحلة العمرية حفزته على موضوع الدراسة بذكاء أنه يختار أساليب وطرق واستراتيجيات للدراسة بحيث أنها تكون فعالية الدراسة عنده مرتفعة من أحلى المبادرات أيضاً Recycling My English كلغة إنجليزية هناك بعض نواحي فيها ضعف فكان أنه من ضمن برنامج الداخلات العلاجية لطلاب الأول الثانوي أنه ركزنا أين هي المهارات اللي لازم طالب الثانوية العامة والأول الثانوي أنه يعمل عليها فكان عندنا زي إعادة تدوير نعم نعم ونشوف مجموعة من الصور أستاذي هاي بتوقع لمجموعة من الأنشطات اللي عم بتقوموا فيها هاي استراتيجية فايد سامون هو اللي الطالبات لتعزيز التعلم الثنائي وريدينج ستيشنز عززت موضوع الإذاعة الصباحية صباحاً نعم في عندي مبادرة طالبة الأسبوع The Student of the Week اللي نشر ثقافة التمييز نعم أستاذة حضرتك كفست عن الفئة الخامس اللي هي أول الثانوي وتوجيهي نعم نعم في خصوصية لها المرحلة بتحسي بكونها آخر سنتين في المدرسة؟ نعم في لها خصوصية بحيث أنه الطالب في هاي المرحلة لازم يكون عنده qualities معينة لتحقيق أعلى درجات التمييز الدراسي نعم خاصة في مادة اللغة الإنجليزية فاطلقت عندنا عدة مبادرات أعملت زي توافق أفقي أو تكامل أفقي للدراسة بحيث اسمها integrated أو أربطها صح بحيث أنه الطالب يستخدم مهارات اللغة الإنجليزية وتخصص التغذية في مدرستنا المهنية زائد مهارات حاسوبية بحيث أنه ينتج الطالب فيديو أو powerpoint بحيث أنه يطرح فكرة معينة ضمن كريتير معين فبالتالي كانت هذه إحدى المبادرات وأحدى المبادرات التي أفتخر بها اللي هي عندك happiness and positivity team فريق السعادة والإيجابية السعادة يجب أن تصنع بملا شيء يجب على الإنسان أنه يعيش سعادته ويعيش اللحظة فكان هاي من إحدى المبادرات اللي عززت السعادة والتمييز عند طالباتي والمجتمع المحلي كذلك الله يعطيك ألف حافية سادة نور لو سمحت لحكي عن المعايير اللي اختيار عليها هلا إحنا أول شي منمر بمراحل منقدم الطلب الطلب شقين شق شخصي وشق تاني مهني بتعلق بتمن معايير هاي المعايير دولية وضعتها جمعية الجائزة نعم بناء عليها قدمنا طلبنا بعدها انتقلنا لمرحلة مقابلة ما قبل مرحلة الميداني بعدها للمرحلة الميدانية وهذه المرحلة اللي كانت أكتر مرحلة ممتعة لأنه عرضنا فيها إنجازاتنا فبهذا الوقت فعلا نحسينا قدي إحنا كنا عاملين شغلات نفتخر فيها قدمناها للجنة طبعا لجنة تكون عم بتراقب كل حركة كل كلمة أنت بتحكيها دقيقين على كل معلومة يعني هيتم أكتر ما تتخيل بهذه المرحلة أحلى شيء كان عنصر مفاجأة فتحوا الكتاب وطلبوا مننا نعطي حصة صفية لطلاب مو طلابنا يعني أعطوني طلاب صف رابع وحكوا لي أعطيهم حصة وبذكر الدرس كان عن البترة وهذا أشيء كثير صعب أنك تشرح من غير ما يكون معاك أي تولز يعني ما كان معنا إلا ورق وألام واللوح أقل إمكانيات وجهد عالي والحمد لله رب العالمين لما الطلاب كانوا طالعين من الحصة سألوني بدك ترجع تعطينا الحصة مرة تانية إحنا كثير حبناها فما تخيلت بحياتي أن أقدر أعطي حصة لطلاب مش طلابي وتكون هالأدة فالحمد لله رب العالمين وبالمرحلة النهائية كان في عنا مقابلة شخصية وعلى أساسها بعدها حسمة النتائج جميل جدا أستاذة فاطمة إيش رسالة توجيها لزميلاتك وزملائك سواء اللي ما شاركوا أو اللي شاركوا وما حالفهم ملحظ أو حتى اللي شاركوا وكانوا من الفائزين هي رسالة أنه ابحث عن نقاط القوة كن واثقا بقدراتك كن دائما مساندا قيمة مضافة للطلبة قيمة مضافة للمجتمع المحلي والميدان التربوي الجائزة هي برنامج تنمية مهدنية مستدامة يعني يجب أن تبحث عن نقاط القوة عندك يكون عندك أبضية تكون سفيرا للتميز أينما ذهبت سواء كان في المجتمع المدرسي أو المجتمع المحلي أو حتى خارج بلدك ارفع راس بلدك بالتميز وانشر ثقافة التميز كن قدوة للتميز أينما ذهبت وأينما حللت جميل جدا أستاذي فاطمة ألف مبروك نتمنى لك التوفيق وشكرا للك على المجهود اللي بتحطي مع بناتنا ومع أهلينا ومع أخواتنا شكرا جزيلا للك أستاذي نور نفس الإشي شكرا الله يعطيك ألف عفع كل المجهود اللي بتحطي ومنتمنى لك التوفيق نعنى ولكم إن شو الله أهلا وسهلا شكرا لك شكرا لك